بدايةً زي ما بنتكلم كل مرة بنتمنى للتحكيم النهاردة التوفيق يا كابتن أيمان أكبر التحكيم النهاردة كابتن التحكيم النهاردة بصراحة هو مفاجأة تعيين محمود ناصف مفاجأة للجميع يعني أولاً بندعيله ربنا يوفقه كابتن أيمان إنما هي مفاجأة بالنسبة لنا كلنا إن يتم تعيين محمود ناصف في هذه المباراة الصعبة من وجهة نظري تكلم على نادل أهلي بيلعب في غازل المحلة الملعب غازل المحلة وحاجات كتيرة جداً هي مباراة صعبة كنت تتمنى إنه هو ممكن لما أدي حكم صاعد أديه مثلاً في ملعب نادل أهلي هتبقى صعبة مباراة وليلا شوي محمود ناصف النهاردة حكم وهاني عفتاح الحكم المساعد هو حكم هاني حكم دولي معانا مساعد تاني أحمد أبنين عام شعبان وحكم رابع النظر أمال الدولة وبطارق مجدي على تقنيه الفيديو ومساعد حكم تقنيه الفيديو مصطفى عثمان أنا بس هروح لمحمود ناصف في البداية كابتن أيمان وخليني نركز شوية هي بالنسبة لنا مفاجأة والله يكون فعوني النهاردة محمود ناصف في هذه المباراة الصعبة أنا بقول يا رب وهكون أسعد الناس أن هو ربنا يوفقه النهاردة ولكن ولكن اختبار صعب بالنسبة له بالنسبة له ولكن التعيين النهاردة كابتن نتكلم على محمود ناصف لعب إيه في الدورة الممتازة؟ إيه هو اللي لعبه؟ هو عدد زي مباراة لعبها هو لعب أربع مباراة سبوع الرابع السابع التلاتاشر السبعتاشر اللي 22 طب لعب البلدية المحلة لعب كده؟ آه لعب البلدية المحلة مطشين وهذه مباراة الثالثة يعني هو لعب للبلدية تلاتة من خمسة لعب بلدية والاتحاد لعب بلدية والداخلية لعب البلدية والنهاردة والأهلي ثلاث مباراة للبلدية من خمس مباراة هو يعني هو لعبه ثاني لعب ثلاثة للبلدية من أصل خمس مباراة هذا الموسم مباراة للعبة محمود ناصف مش يعني مش مباراة كبيرة ولا حاجة ولكن زي ما قلت هي مفاجأة وزي ما قلنا حكم صاعد كان في دورة شوال أفريقيا في الجزائر كانت نأيمن الدورة اللي كانت قريبة ديت وقدة مباراة كويسة هناك ولكن أنا نهاردة بقول يا محمود عليك مسئولية عليك حمل كبير جدا النهاردة يعني إن شاء الله ربنا وفقك وتثبت للناس أن الحكام السعادية النهاردة بيقدموا تحكيم متميز ويفتح الباب لحكام وزميله ويفتح الباب لزميله اللي طالعين ولكن الموضوع أنا شايفني فيه شوية ريسكة كابتن أيمان إنك أنت تخاطر بإنك أنت تحط حكم صاعد في هذه المباراة الصعبة طي معه مين؟ معه هاني عفتح حكم دولي مساعد كويس هاني عنده خبرات ومعه أحمد عبد منهم ومعه كمان نظر عبد الدولة حكم رابع يعني إيه؟ هيشيل عليه الضغط بتاع الملعب من بره معه طريق مجدي وحكم من الحكام الكويسين طريق مجدي ومعه مصافة عثمان حولك على مفاجأة المباراة دي في الدور الأول كانت في الجولة الخامس مين لعبها؟ مين لعبها؟ لعبها أحمد غندور حكم لعبها أحمد توفي طلب حكم دولي أحمد صار حكم دولي لعبها حكم رابع نادر ولعب على الفار محمد عدل الدولي مع أحمد حزام طول دولي يعني وراء تلعب بداكم تحكين دولي في الجولة الخامسة النهاردة بنلعب بمحمود نصر بنقولك ممكن السؤال بس هنا هل التعينات لها معيار ولا التعينات تم بعشوائية وخلاص؟ انت سألت سؤال مهم جدا وأنا كنت أتمنى يعني أنا حتى دورت على المعايير فيش معايير لا مش يعني أنا دورت على المعايير لقيت أني فيه احنا عدنا جيل الدوليين وجيل الوسط والجيل السعادين اللي هو بتاع محمد ناصف يعني لما تسألنا أنا حتى لو مش حتى حتى دولي هحط من جيل الوسط الوسط كابتن أيمن ليهم خبرات كبيرة ولكن معايير احتيار محمود ناصف لحد الوقت يعني مش مكنعة بالنسبالي وكنت تمنى وتمنى أني زي ما قلت حدتك المباراة يخدها على ملعبنا الأهلي ليه تسهله الدنيا ولكن تاني منقول من خلال القناة للأهلي مش هديس بقى الأحداث أنا أسعد الناس لو النهاردة محمود ناصف ربنا وفقه ليه كابتن أيمن حكم ساعد خلي بالك حكم الاتنين يالولد يعدي ويبقى نجم ويبقى عنده فرصة للتحكم الدولي وتم اختياره يالله أقدر الله وإحنا مش عاوزين هدي خالص أني يفشل الشيء اللي وعيد إن شاء الله النهاردة النادي الأهلي هيلعب مباراة مع البلدية النهاردة هو محمود ناصف على يدك اليمين طريق مجد اللي هو حكم الفوار أتمنى طريق النهاردة توقف معه محمود حكم ساعد عشان النهاردة كابتن محتاجين براء تخرج بشكل كواس النادي الأهلي بي نفس مفيش هزار النادي الأهلي وبلدية محتاجة النادي الأهلي براءة مع التراجي محتاج إن هو يفوق من النهاردة ويمشي بدون أخطاء تحكمية إحنا على النهاردة عاوزين العدلة والعدلة بفرود تكون موجودة بنقول محمود تاني أنا عاوز أطلع بعد المبراءة أقول لك برافو ساقفلك بالتوفيق يا كابتن أيمن النهاردة للتحكيم وربنا يعني يوفق محمود ويقدم مدود كويس إن شاء الله بإذن الله ونتكلم عليه بشكل إيجابي بقى يعني يعني أنا أنا أتمنى أقول لها كده يا كابتن أيمن أعلي مسؤولات كبيرة جدا الله يكون فعولا يا رب إن شاء الله الله يكون فعولا توفيق للتحكيم وتوفيق للنادي الأهل إن شاء الله إن شاء الله